بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى خير مرصلي مرحبا بكم مجددا اليوم سنتناول تمارين في الأعداد المركبة من سلسلة القبة فلنبدأ على بركة الله مع التمرين الثاني صفحة ثلاثة تجدون يعني الرابط سلسلة في صندوق الوصف أسفل الفيديو التمرين الثاني ليكون زاد عدد مركب علما أن طاولة زاد مربع تساوي زاد في زاد بار برهن أن طاولة زاد واحد في زاد اثنين تساوي طاولة زاد واحد في طاولة زاد اثنين هذا سؤال نظري ما كمش متعودين على الأسئلة النظرية لكن من الأنفذ صعيدا رح تتعودوا له الجزء الثاني ينسب المستوين مركب إلى معلم متعامل ومتجانس OEG نعتبر النقطتين A وB صورة العددين واحد ونقص واحد معنى زاد A تساوي واحد وزاد B تساوي نقص واحد على التعطيب وليكن التحويل النقطي F الذي يرفق بكل نقطة أم ذات لاحقة زاد حيث زاد تختلف عن واحد النقطة أم فتحة ذات لاحقة زاد فتحة حيث زاد فتحة ماذا تساوي تساوي واحد نقص زاد على زاد بار نقص واحد حيث زاد فتحة هي F لزاد مفهوم ما أنا أعطاك تابع لنا دال لك نظر أي لتكون النقطة C ذات لاحقة زاد C تساوي نقص نين زائد E السؤال يقول عين زاد C فتحة لاحقة النقطة C فتحة صورة النقطة C بالتحويل F معنى أحسب صورة تاع زاد C اللي هي زاد C فتحة ثم برهن أن النقطة A C سي فتحة على استقامة واحدة السؤال الثاني عين مجموعة والمجموعة النقطة جاما من المستوي التي صورتها بالتحويل F هي النقطة A معنى F لزاد تساوي زاد A معنى زاد فتحة تساوي زاد A السؤال الثالث برهن أنه من أجل كل نقطة M تختلف عن نقطة A معنى زاد M أنا أقال لك زاد تختلف عن زاد A فإن النقطة M فتحة تنتمي إلى الدائرة C أو دائرة C من المفروض يقول لك دائرة C التي مركزها O ونسف قطرها واحد السؤال الرابع برهن أنه من أجل كل عدد مرهن تركب زاد يختلف عن واحد فإن زاد فتحة ناقص واحد على زاد ناقص واحد عدد حقيقي ماذا نستنتج أو ماذا تستنتج بالنسبة للنقط A M و M فتحة إذن نبدأ مع السؤال الأول أو الجزء الأول وش قالنا قال لك هو عبارة عن سؤال نظري وعبارة عن سؤال نظري قال لك لي يكون زاد عدد مركب قال لك علما أنه طويلة زاد مربع والله طويلة زاد مربع تساوي زاد في زاد بار برهن أنه طويلة زاد واحد في زاد ثنين هي طويلة زاد واحد في طويلة زاد ثنين نقدرو وش نديرو نعتبر زاد واحد في زاد ثنين عدد مركب نسميوه أوميغا والله دبلو نضع علي فكرة كان أفكار بزاف والله اتبارها مباشرة أنا حبيت نديرها الفكرة زاد واحد في زاد ثنين هي أوميغا والله دبلو في مفهوم إذن نطبقوا الإرشاد اللي مددونا طويلة أوميغا مربع ما هي هي أوميغا في أوميغا بار لكن أوميغا وش هي هي زاد واحد في زاد ثنين في زاد واحد في زاد ثنين الكل بار لكن زاد واحد بار لكن زاد واحد في زاد ثنين الكل بار وش هي تعرفوها خواص الأعداد المركبة هي زاد واحد بار في زاد ثنين بار الآن الضرب تبديلي معناتو نقدرو نبدو نجيبو زاد واحد بار نجيبوه الله هنا زاد واحد في زاد واحد بار في زاد ثنين في زاد ثنين بار الآن زاد واحد في زاد واحد بار وش هي هي طاولة زاد واحد الكل مربع. وزاد ثنين في زاد ثنين بروش هي هي طاولة زاد ثنين الكل مربع. اذا وين وصلنا? وصلنا بلطاولة مربع. لهية طاولة زاد واحد. في زاد ثنين الكل مربع وش تساوي؟ تساوي طاولة زاد واحد مربع في طاولة زاد ثنين مربع لكن الطاولة اللي هنا ره عدد موجب طاولة زاد واحد ره عدد حقيقي موجب والطاولة زاد ثنين أيضا ره عدد حقيقي موجب أيضا طاولة زاد واحد زاد ثنين ره عدد حقيقي موجب معناه لما نأخذ الجذر التربيعي للطرفين والله لما نرفع القوة النصف معناه ما رح تمثلي الجزء السل معناه رح تمثلي أعداد موجبة فقط إذن زاد واحد في زاد اثنين طويلة ماذا تساوي؟ تساوي طويلة زاد واحد في طويلة زاد اثنين هنا وجدنا أخذنا الجذر التربيعي للطرف معناه هذه تختزل معناه أخذنا الجذر التربيعي للطرفين مفهوم هذا مكان أي خلاص رأنا كملنا السؤال إذن ننتقل للسؤال اللي بعده أعطانا زاد ا زاد ا ليهي واحد زاد ب ليهي نقص واحد وعطانا زاد فتحة ليهي اف لزاد تساوي واحد ناقص زاد على زاد بار ناقص واحد وعطانا نقطة سي وقالنا عينو الصورة التاحة إذن نحسبو الصورة التاحة زاد سي فتحة ماذا تساوي؟ تساوي اف لزاد سي معناه في مكان زاد نحط زاد سي هذا مكان إذن واحد ناقص زاد سي على زاد سي بار ناقص واحد وش تساوي؟ ماذا تساوي؟ واحد ناقص زاد سي واش هي؟ هي ناقص نين زائد اي ناقص نين زائد اي على زاد سي بار واش هي؟ هي ناقص نين ناقص اي ناقص نين ناقص اي ناقص واحد وش تساوي؟ تساوي ثلاثة بعد التبسيط ناشر التبسيط ثلاثة ناقص اي على هنا ناقص نين ناقص واحد بدنا ناقص ثلاثة ناقص اي الآن وش نديرو؟ نضرب في المرافق البسطة المقام في المرافق بتاع المقام إذن ناقص ثلاثة زائد اي في ناقص ثلاثة زائد اي ماذا تساوي؟ تساوي ناقص تسعة زائد ثلاثة اي زائد ثلاثة اي ننشر فقط زائد واحد على عشرة من تحت هي عشرة هي ناقص ثلاثة مربع ناقص اي مربع اي مربع هي ناقص واحد في ناقص زائد واحد ومع التسعة هذه فتولي عشرة إذن هي ستة اي ناقص من اي على عشرة وش تساوي؟ ناقص ناقص ربع على خمسة زائد ثلاثة على خمسة اي هذه هي زائد سي فتح إذن هذه زائد ثم أقل لك ثم برهن أن النقط في استقامية باش نتتبلي في استقامية نتتبلي الشعاعان مثلا يساوي في أسي فتحة أول عكس مفهوم إذن وش ندير نحسب لاحقة الشعاع أسي لاحقة الشعاع أسي وش تساوي هي زاد سي ناقص زاد أ وش تساوي هي ناقص نين زائد ا ناقص زاد ا اللي هي واحد إذن هي ناقص ثلاثة زائد ا الآن وش ندير ونحسب لاحقة الشعاع زاد أسي فتحة اللي هي زاد سي فتحة ناقص زاد ا وهي ناقص ربعة على خمسة زائد ثلاثة على خمسة ا ناقص واحد وش تساوي تساوي ناقص تسعة على خمسة زائد ثلاثة على خمسة اي الآن وش عندنا نقدروا مننا نخرجوا هنا شوف في مركبة والله في لاحقة الشعاع اسي وش عندنا عندنا اي وحدها إذا اللي هنا خرجوا خليوا اي وحدها فقط إذا نخرج ثلاثة على خمسة مننا تبقى ناقص ثلاثة زائد اي لكن هذه وش هي ناقص ثلاثة زائد اي هذه وش هي هي زاد اصي فتحة والله زاد اصي هذا هذه هي مفهوم إذن وصلنا وصلنا باللي وصلنا باللي الشعاع اصي فتحة ماذا يساوي يساوي ثلاثة على خمسة من الشعاع اصي إذن وش نقول نقول باللي اصي فتحة واسي مرتبطا خطيا وبينهما نقطة المشتركة اللي هي ا إذن رهم على استقامية هذا هو المطلوب فقط حاجة بسيطة جدا الآن ننتقل إلى السؤال اللي بعده اثنين عين المجموعة غاما مجموعة النقط ا من المستوي التي صورتها بالتحويل اف هي ا وش معناه معناه اف لزاد تساوي زاد فتحة وتساوي واحد ناقص زاد على واحد 36 عاذرا على زاد بار ناقص واحد ماذا تساوي قال لك الصورة ساعة هي ا معناه تساوي زاد ا وش تساوي زاد ا هي واحد اذا واحد ناقص زاد على زاد بار ناقص واحد تساوي واحد هكذا وتساوي واحد لا واحد باش نتبقوا جذاء الطرفين نساوي جذاء الوسطين اذن 1-z في 1 1-z في 1 ماذا تساوي؟ تساوي z bar ناقص 1 في 1 يعني هذا في هذا يساوي هذا في هذا يساوي z bar ناقص 1 إذن z bar زائد z تساوي 2 هذه فقط انقلتها مننا والناقص z هذه انقلتها مننا فقط إذن تصل لهذه المرحلة مثلا فرضا أنك ما عرفتش خلاص يا أستاذ أنا حصلت هنا وش هي مجموعة النقاط z bar زائد z تساوي 0 يعني تساوي 2 لو كان جات عندي z bar زائد z تساوي 0 نقولوا باللي ره محور فواصل هاي بينا مفهوم بالصح كيات z bar زائد z تساوي 2 ما نش على بالي وش تدير قول بما أن زاد ينتمي إلى سي ما معنى هذا؟ معناه نقدر نكتبه على الشكل زاد ماذا يساوي هو اكس زائد اي اغراك مع اكس و اغراك عددان حقيقيا مفهوم؟ إذن نعوض لهنا زاد بار ماذا تساوي هي اكس نقص اي اغراك اكس نقص اي اغراك زائد زاد وهي اكس زائد اي اغراك ماذا تساوي اثنين؟ هنا عندي اختصار ما هو الراه؟ إذن وش تبقى؟ تبقى اثنين اكس تساوي اثنين اذن اكس ماذا تساوي؟ تساوي واحد اكس تساوي واحد ما هو؟ جول هنا اكس تساوي واحد هذه هنا إذن هو المستقيم إذن غاما هي المستقيم والله هو المستقيم الذي معادلته اكس تساوي واحد مفهوم؟ معنى هذا هو مجموعة النقط هي عبارة على المستقيم فقط شو تكفاش كي رحنا مباشرة الجانب تحليلي معناته عوضنا زاد بما يساويه خرجتنا هي معادلة مستقيم يعني هذا إذا ما عرفتش خلاص 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 إذن ننتقل السؤال لبعده ثالثا برهن أنه من أجل كل نقطة ام تختلف عن ا إذن يعني زاد تختلف عن زاد ا هذا وش يقصد؟ فإن النقطة ام فتحة تنتمي إلى الدائرة سي التي مركزها تنتمي إلى دائرة سي التي مركزها او ونس قطرها ونس قطرها هو واحد إذن وش ندير؟ وش مرفي ندير في التمرين؟ مارف مثلا كي يقول لك هذا السؤال وش تروح تدير تحسب؟ مثلا كي يقول لك ا بي سي تنتمي إلى دائرة وش تروح تدير؟ تروح تحسب الطاولة تاع زاد ا طاولة تاع زاد ب طاولة تاع زاد سي لأنه اللهنة كي يقول لك كي مهك؟ زاد ناقز زاد ا طاولة مثلا تساوي ار معناه الآن اللهنة والله هذه مجموعة نقطة وش هي؟ هي دائرة مركزها زاد ا ولو مركزها نقطة ا ونس قطرها ار لكن اللهنة وش قال لك؟ راه شرط عليك بلي قال لك مركزها او وش معناه؟ معناه زاد هكا زاد مثلا ناقص صفر تساوي ار اللي هي طاولة زاد تساوي ار إذن وش لازم نديره؟ لازم نحسبه مباشرة طاولة زاد فتحة لأنه قال لك بين أن نقطة ام فتحة تنتمي إذن نحسبه الطاولة تاع زاد فتحة إذن طاولة زاد فتحة ماذا تساوي؟ تساوي طاولة واحد ناقص زاد على طاولة زاد بار ناقص واحد مفهوم؟ الآن لك نخرجه من النقص عامل مشترك لك تشوف أليش خرج ناقص عامل مشترك طاولة ناقص زاد ناقص واحد هكذا على طاولة زاد بار ناقص واحد وش تساوي الآن عندك هنا ناقص واحد ولا عندك زاد ناقص واحد رنبر هنها بللي طاولة زاد واحد في زاد ثنين تساوي طاولة زاد واحد في طاولة زاد ثنين إذن طاولة ناقص واحد في طويلة زاد ناقص واحد على طويلة زاد بار ناقص واحد إذن طويلة ناقص واحد كم؟ هي واحد إذن تبقى طويلة زاد ناقص واحد على طويلة زاد بار ناقص واحد الآن وش رايكو نوك نديرو كماك طويلة زاد ناقص واحد على زاد ناقص واحد بار لكل طويلة ما درت حتى حاجة لأن زاد A زائد زاد B بار تساوي زاد A بار زائد زاد B بار وفهم مدد حتى حاجة لكن نعلم أن طويلة زاد تساوي طويلة زاد بار معناه عددان مترافقان لهما نفس الطويلة إذن طويلة زاد فتحة ماذا تساوي؟ طويلة زاد ناقص واحد على طويلة زاد ناقص واحد بتساويين هذي بتساوي مع هذي إذن تمدلناه واحد ومنه حسبنا الطويلة معناه وين وصلنا؟ وصلنا باللي زاد فتحة ناقص صفر تساوي واحد إذن آن فتحة تنتمي إلى دائرة دائرة C مركزها O ونسق قطرها وصلنا النتيجة ونسق قطرها واحد خلاص معنات الله هنا كملنا هذا السؤال ننتقل السؤال لبعده رابعا برهن أنه من أجل كل عدد مركب زاد يختلف عن واحد فإن هذه النسبة هي عدد حقيقي وش نقوله؟ نقال لك من أجل كل عدد مركب نقوله لي يكون زاد عدد مركب نبدأ به حيث زاد تختلف عن واحد نحسب هذه النسبة زاد فتحة ناقص واحد على زاد ناقص واحد ماذا تساوي؟ الآن زاد فتحة رأى عندنا هي واحد ناقص زاد على زاد بار ناقص واحد هنا ناقص واحد على زاد ناقص واحد ماذا تساوي؟ هي واحد ناقص زاد ناقص زاد بار زائد واحد واحد المقامات له هنا فقط على زاد بار ناقص واحد على زاد ناقص واحد واش تساوي تساوي 2 ناقص زاد 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 بار على زاد ناقص 1 في زاد هنا زاد بار ناقص 1 في زاد ناقص 1 إذن زاد نعلم أن نعلم هذه التي تكون تعرفها أن زاد 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 بار ماذا تساوي تساوي 2 مرات الجزء الحقيقي لزاد معناها 2 مرات من الجزء الحقيقي لزاد إذن نعوضها بما تساويها إذن زاد فتحها ناقص 1 على زاد ناقص 1 ماذا تساوي تساوي 2 ناقص 2 ريال زاد الآن هذي كيف نقدر نكسبها نقدر نكسبها كما هكذا أيضا نقدر أيضا نمد البار إلى غاية الواحد عادي إذن ماذا تصبح زاد ناقص 1 بار في زاد ناقص 1 اللي هي زاد اللي هي طويلة زاد ناقص 1 لكل مربع مثل ما برهنناها الآن هذا ريال عدد حقيقي مضروف في 2 عدد حقيقي ضفنا لـ 2 عدد حقيقي إذن هذا وين ينتمي ينتمي إلى R الطويلة الآن الطويلة راه عدد حقيقي تنتمي إلى R إذن ماذا نستنتج نستنتج أن زاد فتحة ناقص 1 على زاد ناقص 1 تنتمي إلى R معنى هراها حقيقي لأن قالك ماذا تستنتج بالنسبة لنقط A M و M فتحة مدم هذا الحقيقي نستنتج أن M M فتحة و A على استقامية والله على استقامة واحدة علاش لأن زاد فتحة هي ZM هي ZM فتحة ناقص زاد A على زاد ناقص زاد A إذن A والآن فتحة والآن رهم على استقامة واحدة ناكنوك من التمرين نتمنى شكرا ستكلم صحف طوركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته